وده طبيعي جداً يعني أنت النهاردة لما يكون دايماً موجود على منصات التتويج النهاردة وبتحقق البطولات اللي زايدية خاصة طبعاً بطولة أفراقيا اللي كانت غايبة بقالها سبع سنين زي ما كابتن محمود كان بيتكلم النهاردة كان طبيعي جداً أنه كابتن محمود يكرم رئيس النادي الأهلي النهاردة كان بيحضر حفل أوسكر جريدة المسا جريدة تلمسة بتنظم حفل مؤسسة التحرير للطباعة والنشر في قاعة الاحتفالات الكبرى علشان تكرم الأندية والشخصيات الرياضية الكبيرة اللي حققت العديد من الإنجازات الرياضية خلال الموسم اللي فات فطبعاً بتيجي دعوة الكابتن محمود الخطيب قضيف شرف الحفل وكان الحقيقة للسيد إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحرير للطباعة والنشر هو اللي كان بيسلم الكابتن الخطيب جائزة التكريم تكريم النادي الأهلي عن الفوز المستحق بلقب دوري أبطال أفراقيا للمرة التسعة في تاريخ النادي نهاردة الحفل ده كان بيحضره سيد العمري فاروق نائب رئيس النادي طرق أنديل عضو مجلس الإدارة ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي فنهاردة طبعا كاني يمكن نتكرم كمان عدد من اللعيبة اللعيبة صحية النهاردة كان متواجد كمان عدد من اللعيبة تم تكريم الفريق الأول طبعا بقيادي طبعا كابتن محمود الشناوي كان موجود على رأس القائمة أفضل اللعيبة الموجودة في أحسن 11 اللعب على مستوى الموسم أعتقد كمان كان فيه بعض اللعيبة تستحق لكن الشناوي علي معلول محمد هاني عمر الصلية دول تم تكريمه من نهاردة دمن التشكيل الأفضل لهذا الموسم كمان شهادة الاحتفالية اوسكار جريدة المساء اللي اقمت المساء اليوم تحت رعاية طبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة حضور كبار الشخصيات الرياضية رؤساء الاندية والسادة الاعلاميين والصحفيين وسائل اعلام كتيرة جدا جدا بتكرم او بتكرم طبعا الكابت المحمود الخطيب على البطولة القرية الكبيرة وكمان بتكرم نجوم لعيبة النادي الاهلي على الموسم الراعي اللي ادوه على مستوى الدوري على مستوى البطولة الافريقية وان شاء الله كمان على بطولة الكاس فان شاء الله كل التمانيات للنادي الاهلي ودايما المؤسسات بتكرم بتكرم النجوم بتكرم الابطال وعرأسها طبعا النادي الاهلي بكل لعبته ومجلس ادارته وشخصياته وشخصياته طبعا اكيد